موسيقى مرحبا بكم مشاهدينا ومسل خرع لكم كلكم اللي كاتشاهدونا على ميدي ان تيفي وكاتشوفوا قصة الناس كنرحب بالناس اللي حاضرين معايا داخل البلاتو كنرحب بالدكتور أحمد الحمداوي الأخي الصائل النفسي اللي حاضر معايا ويرافقني في هذه الحلقة وكنرحب بزاف بالناس اللي جوا اليوم يشاركونا طرف من قصتهم وهو ما اللي عاشوا جريبة صعيبة ليلة عرسهم وكيفاش تحول لعرس المأساة الحقيقية قصتي ليلة عرسي موضوعنا اليوم في قصة الناس نعيمة 43 عام ما كانش كتوقع باللي نهار عرس ولدها ممكن يتحول المأساة حقيقية ايمان 28 عام الليلة عرسها طحت امها ومو الأمنة دا أمنتو جعفر 36 عام بارز في عرسو ما عليه ما بيه تهجمات عليه عصابة مرحبا بيكم نعيمة هادي يالله شئت للشهور باش فيعلان عشتي مأساة بقاء جديدة بقاء خضرة باش نوقع بالضبط دبا هي المرأة اللي كنا واخدينة الولد اللي خديتها لي مكناش عارفنا بأنها عنداش علاقة مع واحد سيد خطبتو هاد البنت كيفاش لكانت العلاقة واش لولدتي عارفها واش انتلي جوجتي هالي هو اللي بغاها بغاها وبغاتو اه مهم لاي مكنش باغها مكنش باغها هو اللي باغيها ايوا والديها جوجوها بلا خاطرها اه مني جوجوه في ليلة العرس ديالهم كيفاش شنو وجدتو شنو شنو إذا بنتي لوم ديل العريس بعت واحد الأرض ديالي كانت بخليها لي الوليدة بعتها بربعات المليون خسرتها علي نتوجه بعتين لرد باش تدي العرس لولد بربعات المليون مني نصق عليها هو الولد بغاها صافي ايه ما بقاتي ايه وكل ما تيشربتين وخايا ما بغاش ايه هو بغيها وخا ما بغاتوش هي ايه لا هو اللي كان بغيها بس صاف بعت ذيك البلد ودرت لي هالعرس وان هالعرس اشنو جوجتي في العرس وشنو درتيش سالما نهضرو على التحضيرات يعني اش حال خسرتي نفسيا ومادييا باش توقفي ذاك العرس باش فالاخر عاي تحول المأساة اربعات المليون اللي خسرت اربعات المليون عطيتهم هما مية وستين الفرية في صداق وعد جوج جوج من الحاجة الحواج بديتي الهدية كل شي قال في العرس قال كلها ما بغاش يديرهم العرس في دارهم غد نديري انتي عندك باتي في دارك ايه درنا الخزانة في الزنقة ودرناها في الدار عرتي على احبابك على احبابهم كل شي يعني العرس ماشي في الليلة العرس تدبيره عام كيف تنقوله ايه تلت شهر تلت شهر تلت شهر انتي كانت وجديلي ايه تلت شهر العروسة كيف كانت النفسية ديالا عجبها الحال او لمعرف نعم زيانة فرحانة ديالليلة فرحانة فرحانة كل شي فرحان كل شي ناشطة يعني عرس ما فيه تشيبوش ايه ايوه اربعات الصباح وصلت اش وقع دخلوشي دراري من هي دبك انت تعرفشي واحد نهال العرس استقليها الخبر بانه هارغادة جوج جبوا وصحابه سكرهم ونا ما عجبين القراءة ديالشاب بدوتي يخبطو هجموا اه هجموا 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 همارة عميه اللي هنا الراسة هنالك دبراه هو فصبيطار رازي تلت شهور هادية تتعودية اه تلت شهور يعني فعلا كلا فرشخول يا راسو فرشخول يا راسو عدنا عز دبا فصبيطار دياللغازي اه هم وهي والعروسة اللي ملات عروسة فضارهم فضارهم مطرالية تشحجية منين هجموا هاد الناس عليكم كيفاش تقلب هاداك الحفل كل شي والتي غوث كل شي غوث وتيجري الفتنة اه كل شي تهلف هم هاد شليك ايوا جاوب البوليس ولا شو ما جدتش واحد ما عيتوش تعيتنا احنا يمنشونا المرات احد عيتنا والولد ديال سبيطار ومرت اياد وشدوها دراري شدو جوج وباقي نجوج واخرين باقي نبا اكتك اش حمنا واحد كان ضحية في ذاك العرس قلتي ولدك ومرت عمي مرت عمي وشي الاخر ايه دقات بسات هاد المرت عمي لي ماتت يومين دوزت يومين دوزت يومين دوزت يومين دوزت ماتت سقا اه وولدي انا ضرب فراز هاد شي كين في بلادنا ناس كين نشطوا مع رأسهم دير عرسهم عبدالك تهجم بسيبة وخمزا نعرفو من بعد كيفاش لولد المرأ شكرا لك بزافة نعيمة ايمان تنتي ليلة عرسك زعما الليلة الكبيرة عند الله اللي تنقولو هي العروسة مني تتبرز وتنبس ودك هو النهار الكبير عندها وقعت مقسات مع مرأ ما تنسلك في حياتك الوالدة ديك توفت عاودي لي على ذاك العرس وكيفاش كانت ممكن تتحرك في ذاك العرس مع اللي هما بيها عادي يا فرحان بحلقة الناس وناشطة وناشطة العائلة العريس وهذه كانوا في داركم او في دار العريس في دار العريس حسنا ما عندي حد ميمة الوالد دياري مشينا نومي العربية كنت في عمرك 15 عام ايمان 15 عام كنت صغيرة قاسر اه انا ما كنت لك انا عرف لو كنت هينية غدا 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 ويتقدم لها دولد الناس ودك شي قلش ما تجواج بحالي بحال الناس ودك شي هاكا استصابنا العرس وقد دينا وقلت لك العائلة ناشطة دياله الام ديالي انا اخوتي واخواتي وعدا ومبعدها الوالدة اصلا كان عندها شي مرض مريضة كان نجيش واحد سخانة مجهدة بحلم كلفة كان نقول لها سخانة مجهدة بقى كالدورة كتر تحسط ودك العرس ماسس توقيت تعطني التوقيت يعني شحال دوستوا العرس وانتوما ناشطين ومك فرحانة بي كنتي انتي فرحانة شحال دوستوا لحظات ماشي بزاف مابقيش عاقلة حدكش ما قديم اه مابقيش عاقلة تلطحت المرأة اذاك المرض يعني ما بين الحياة والموت صافي تلطحت ودك العرس رجع كيفاش كنت تيديك الساعة انتي بارزة بارزة بحالها كيدة بوغز وناش اذاك فرحانة عادي اوخا انا رمك نعرف ولو عندي خمستاش لعن وصافي هي ديك واتاك مبك تلقل لكراه ماسس حيث داك المرض بسياش ماسس ديك الساعة لا تلقل كك تشقى مع العائلة ومع الناس فرحانة على اساس حيث هي اللي عدي في اللي وقفة مسكينة على عائلة والعائلة ديال الراجل صافي هي ديك وبقى ساكت تقل كراه مكتاحت شكو ليجا علمك بهذا الخبر الناس ديك يغوتون الناس وذك شي والغواس ودنيا مبقاش هذك قنازة مبقاش فرح بدال بكا بدال غواس بدال غواس وذك شي واذا انتي ديك ساعة وانتي بنت 15 عام وخاش كان رجعو بسين تال وراء بقى ريا صغيرة كيفاش وصلك الخبار ديال مكرات وفت في البيت الاخر ولا مع العيال كانت حدادة ماشي بحالها كايدة بكتقديو هذا وذك شك سمعت لغواس وذك شك قال لك نوضرها الوليدة ديك ماشي ديك المرض كان يمكن كده تنتي ديك الساعة ما ما در شوال وما تقبلون إش لعائلة ديال قال لك بحالة دخلت لنا هذيك الليلة بعدها كيفاش انتي حالتك وحالة رجلك وحبابة رجلك مرت تمت مك واحد ديال بحالة مريضة نفسانية في القمد الفرحة كتنجسي فيها رجعت بحال شي حاجة وقعت لي ما ما نقدرش نوصفها بحالة كاية صافية والراجل اللي معاك شنو قال ما ما بقاوش بغاوني قال لك بحال شي وحدة دخلت علي منحوس أولادي ضربت معا مدة شهر وصافي رحتي بعدها لدارك مع رجلك كيفاش كانوا كي عاملوك ديال وقيتها ماشي منحوس بحالة قلي زعما انا دخلت منحوس ولي قلت لما ذكر الوليدة ديالي اللي ماشي زعما قال لك ومت صافي وننجي بحالة هنا سلاب قلت نخدم ميناج عند الناس في الضيور وهذا وذلك شي ومرأت وذلك بسبب هل يوقع بقد بعيانة كان نسا وذلك الحويش يعني كان تعرض للعطيب فمشي نمشي عند صافي جيت هنا سلاب لقد لقد جو شع وشان عادي ما درت بقاعات تعود دين لا يعني فهم شي فيما كان شوف شعر عروس كي غضو حاجة كان ترجعي شوية تفكر لك شوية شوية العرس ما لقاش يعني لك الفرح لا صافي غير هال الرجل يتلقي مع يتشوش بها زماية كيف بحال انت رجل صداقة وصافية شوية وعندي جوج بني سمع وانا مستقر الحمد الله هيا بلا شفتي الهدية والعرس وذلك شوية كان بحال لك كانت زنف مخصي نشوف ذاك شي شوية 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 لك ايمان على هاد القصة اللي عودت الناس جفر حتى انت كنت في واحد نهار عريس يالله شي وقع لك غير مؤخرا لا انا 4 سنين 4 سنين كنت معرس مع رصاتك ما عليك ما بيك كنت بحال شكل اللي وقع لك خاطب نورمال عام عام وانا خاطب مهم عادي ما قاتل يالله واني مشينا الواليدة واخويا على شلو كنت بغيت يتعاود لك زيال ما قاتل يالله لعما حينج ما صرحتني شي حينج شفيت خاطب هالشي عام وانت كتعرف السيدة ومفرص ميت تعود إذا بنا مشي ولعرس قدرت القاغ اه دعنا امور نانا دعنا العرس وثلاث شي الجوج نقول لك واخر قبل ما توصل للجوج اللي يخلي لك مبغيت نعرف هنا كيف هاش داز العرس عادي نورمال بحال جميع العرسات عادي عودي أجواء الفرحة وانت عريس ولكن بنت ليا في عيني وحدي شي خلعاء ما عرفته شي حاجة ما شي ي ي بنت ليا في عيني ومشي خلعاء تلو وإذا قلت تلو قل ولي بلك هالشي فهمتين إذا دخلنا وقت بنت ليا البنت قلصة وفهمتين بحلي حس بشي حاجة جاية مبدلع لبستي مع عرصات كساوي وبدلتي وبرزتي وعادي وبيخير صافي معوّلش بالليات نوم بغير رأس عجم لغير ذاك الشي ايوه ولكن المرأة تكرر حس بها ماشي نورمال معرش على تولتها وقلت لها ما لك عارف الولا اللي عندي وهذي الخلع العرس وهك المهم تيقت ها يبق قلصين عادي وصلت لك الجور تقريبا تطلعوا عندنا فمتي نقول لك شي 15 1 2 14 1 1 الزراو وضرك عارف انش هذي العربية زعير هذي في العربية اه في العربية زعير تطلعوا انا اصحاب لي يجيين بغني غريسي ونا كاملين فمتي اصحاب لي هذي حالة غريسي ويطلعوا ويطلعوا عندك انتانيشان او عند من جاو انا مجاوش عندي صراحة الله مشاول عند اباها هو ليسبب هذا الشي كامل الحساب عندهم مع اباها اه حساب عندهم مع اباها حساب عطي عموم لها وعطي فمشيني على اباها عطي جوج مرات جوج مرات وانا يرص معايا انت عطتي يكسر ولا شنو لا مهم انا البنت صغيرة يبقى في نفذ انا لم يكن بشعلك طاحت على رأسها كانت موتر اشي خمس ساشر يوم ويوف كوم يلا طايف لها الدرجة اه مهم دلت ربوع ساعة جوج نظار من جوج ربوع ساعة ديال ربوع ساعة نقول ديال روينة وانت جدرت ربوع ساعة مهم شي خوية قد على رأس جري انت ما فهمتي والو واحد سيد جارهم هو يبط مع اي احد تاجه الجون دارم هاد الشي تاجه الجون دارم عاد عارف انا شنو وقع تالي كلها 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 ولي طال طال عاد فهمتي عاد غادي نفهم انا شنو غادي نفهم بان بار وموعد هوم وموعد هوم التا هوم بل لما جوج جاش الولد هوم ماغي كونش عال سيكون قنازة وفعلا ذاك شي لي وقع قنازة نيس وفعلا رجب الله ذاك البنت ماماتل وذاك البنت من العائلة ديالهم انت في ذاك العرس الديتي غام موك واخوك مو اخويا يعني ذاك القتيلة اللي كانت في حباب العروسة اه ذاك اه ببس هم إلي انا اخويا حبتنا بحالتنا الرباط والمهر اخليت عندهم اخليت عندهم صاف اه اه اعود 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 وليدك سيد منع أو يدك سيد لأنني لا أستمر بالمراة حيث لا صرحة شيئا من الأول يعني أنت تلك القارة في ليلة العرسك باللي ما عندك ما تستمر بها أسافي ماذا عرسي ما عندك ما نستمر بها حيث الصراحة هي الاستمرار ما عندك ما عم تبدأ الصراحة هي الاستمرار هي ما صرحة شيئا لو كان صراحة شيئا فهمشين قدرنا نجيب معاي وانت خسرتي فلوسك وخسرتي وقتك وبالزاف سعى المشاكل اللي وقعتلي بالزاف ديال ما تحكينا الحمد لله مني ماذا تليس تقاف الوالدة ديالي نعم نعم صافي وشيتي في حالتك؟ صافي اه زينا الطمابول بشينا في حالتك فكيت يجرى معادل مرام بعد دلت شي نقولك شي تلت أيام طلعنا قد دينا أمور ديالنا صافي قال لك راه اللي معني بالقبر اللي غير اللي كان بغي يخطبها هو شي قال لك راه مشال الحفز على وبدك البنيتة الصغيرة حملوهم سؤولية لقعت قوي عامين ديال الحفز هذه اللي التي اللي اعرف الذي سمعت أنه بة عامنية وتهيي يبقى بالجواج اليومين هذا روي ناصف نعم وخاسي جعفر شكرا بزاف ندوزا عن دكتور الحمداوي اللي سنعرفو ازعمال العرسا لكواننهار الكبير والفرحة وكل شيء ناشط وكل شيء تكاشط والعيالات والرجال نرجع النفسية ديال هاد العرسال اللي كيكونوا بارزين وناشطين وفرحانين في اللحظات تتولي الموت تتولي الاقتلاك نفسيا كيفاش غاي يكونوا هاد الناس من الداخل في ذيك اللحظة بالضبط هو منتهى الفرحة كينوا واحد غمور ديال البهجة ما كيكونش الانسان كيتوقع واحد الحادث اللي ممكن يخلق الوفاجعة في حياته ما كيكونش عنده استعداد للتكييف مع الصدمة ولا مع تطورات مجرية أحداث اللي غادي تكون مشفوعة بالحزن بالألم بقصص أنا ممكن نسميها ممكن نسميها هي بداية قصة مضاعفتها وانعكاستها طويلة المدى ما غاديش فقط تأطر على الأجيال والمعنيين ولكن حتى على العائلات ديال الأسار فيما بعد لأنه شنو قع العمي شنو قع الخوية شنو قع الختي أنا اللي بغيت نقولها نوهد ابنتي وقع بعد مسألة القضية ديال الصدمة النفسية هي منتهى الصدمات النفسية كنسميها في الطب النفسي ولا في علم النفس المرضي بتحطيم وحد النسيج سواء على المستوى الوحدة النفسية ديال الأشخاص ولا على المستوى الوحدة النفسية ديال الأسرة وكذلك نحطمه ما يسمى بنرجيسية ولا كذلك افتخار ولا واحد ما يسمى بالرؤية ديال هدك التصور ولا التمثل اللي درناها العرس جمعت سيدة بعت البلد وضفت ربعات المليون باش تفرح ولدها واحد اللي عندها وبالتالي ما كانش في العمق هذك العرس مبني على الصراحة لو الولد صار حمه لو الولد حاول يفكر الأمور لأن العاطفة وللحب ما قتل وللحب ما قتل هو مسكين كان معمي وهي ما قدرش صارح لأنه ربما تخلق مشكل لأنه في ثقافة ديالنا المغربية باش تجي البنت صارح تقول لك أبا أنا كنبغي واحد سيد في الثقافة ديالنا ما زال كين ما يسمى بعضم الحوار مع ابنتنا هذا حق من الحقوق لأنه ربما غادي أنا نحسب المخاطر اللي ممكن تكون وهو تشيل لموقع أنا بغيت نوقف في الحالة ديال الحالة ثانية صراحة كيت تقزز النفس على أساس أن واحد الإنسان في عرسها في منطها الفرح وهي صبية لأنها تزوجت 15 عام فرحات فرسها هي الصدمة اللي هدرت عليها هو تحطيم مزدوج على المستوى النفسي فين ما تمها فقدت أعز إنسان عندها لأن الأم هي منبع ديال كل شي منبع حتى ديال ما يسمى بالأمن والرأفة والرحمة وكذلك ما يسمى بالشعور الاستمرارية الأم هي كل شي الصدمة الثانية عند فشك يقول لك أنت من حوسة جبتنا الظلام وكتكون مشفوعة بقراءات ديال الغيبية بالسيح وكذلك وكتتعطلها وحد المضمون كيتبعها هي نفسيا وكيتبعهم حتى هما أنه روها الدار دخلت وكيبدون الناس كيتطعطوا للسيحر جيب حيد التقاف حيد كدا حيد ديال الفاسوخ وكيبدون ندخلوا في متاهات باش باش ميكونش هدوك ممارسة ممكن نعم وخ دكتور الحمدوي ما زال نكملون نقاشنا مشاهدين سوف توقفوا لحظات مع الفاصل إعلاني ونرجعوا لكم نعم نكملوا معاك القصة اللي اسمعنا الطرف اللول ديالها معاك قلت يابلي مرت عمك كانت وفات من بعد يومين ديال العرس الناس اللي كانوا معروضين عندكم في العرس هم اللي ولوا في القنازة ولي تمشي تدفنوا عاودي لي على شنو قع ما بقى الشي بعون قاحت يجيو عند نظر عمي قاح تقطع الدم على السبب ديال ميتامات يك قول من ديك الليلة صافي تقطعت الان ما تهضروا معنا ما تهضروا معاك ولدك شنو للمصير ديال وديك الساعة زيتو وليش درسو دينا السويسي خيطو لي متل ما جبنا الدر منشتو ما بقى شو هو ذا ديتو السبيطر قلي يخصو الطبيب بنفساني بمعنى مشي فقط غيد ضربة اللي فراسو كانت ضرب اخر نفسيا صدماء ولمراشنو المصير ديالها ماتت لا العروسة العروسة في دارهم الدوها وليديها دوها وما طلت شبهات الولد لاتك مرقش عيشة مع واحد حمق لا ولكن هي في ليلة العرسو قاعد المشكيل واشتبعت رجلها وشو هذه الساعة مشو بحالهم بتبعنا تشي واحد لو قدت تسولت حرفاته بأن ورد خلص بيطر وهي الدعية دعاته علاجاش باش يتلقها عشو هو مرية الدابة وهو مسكين نفسيا تأزم من هذك الشي اللي وقع في العرس لي التعرس ماتي بوي يقلس مع تشي واحد معزول عيب وحده وشنو كيناشي متابعة في الصبيطر نعم واخنا عيمة شكرك بزاف على هات الشي اللي عاوتي إيمان أنتي من بعد ما وقع أنتي تغتصبتي في فراص لأنك ابنت 15 عام وتغتصبتي في أمك اللي مات مسكين في هذه الليلة واش تلقي تشي علاج ومتي تشي صبيطر حاول تتعاجي هذه الصدمة نفسية اللي بقيت عندك ولا عشتي بها بقيت حيات كلها وانتي هزا كما قال الدكتور هنتي منحوسة هنتي في شلتي في جواج كل لولاني هنتي الترزيس في فمك بقيت هزا كل الحم ورا فقدارك نعم شلتاش طبي ولي كانت بعد المرض كان مرض كي جين شي أمراض فمشيني وفيت نعسى في صبيطر فمشين يعني معرضة فمشيني أي حاجة كاتب حدا بيستخان اللي جاتني كاتق داعلي فمشيني يعني أي حاجة هي مرضة بسط كي ترلي على الدات على العقل ديالي وليش مؤخرا بحل كنساب كنكون كنهدار وكن سكور وش وش هزا شي كتحسي بي اللي جا من هذاك شي اللي وقع لي كنتي بنت 15 عام في عرسك من داك شي ومن حوايج وخرين نيس من هذك ومن حوايج وخرين ولي الدنيا كلها مشاكيل وكلها أفات وكلها نعم وخا إيمان نرجع نكمل معك جعفر من بعد شنو تلتي يام رجعت عند المرأة تفرقتي معها كنتي باغي ردها كنتي باغي ردها كنتي باغي تردها كنتي باغي ردها على وردها باوالفالطة باوالفوشيف ولكن البنت كانت عارفة آه هذا على وردك شي ما نضيتها نفسية كيف تحس جعفر باللين تفليل تعرفتك وعطيتي فلوسك وعوال تعيش تبدأ حياة زوجية وبغيتي ديك البنت وبغيتك واحد لوقيت القاتيراتك من ساعتك كل شي يمشى كل شي يتفرتك كل شي يترون من ساعتك كيف تحس من الداخل ما عمرني نفكر في الجواج ما عمرني نعود ديك تجريبة لهالدراجة صافي لهالدراجة صافي شنو كتحس برازك شنو شنو وضعني الصورة زعمال السيد في التقيقة في كل شي في البنات اه في التقيقة في كل شي هم هل ديك الصراحة اللي يتبني عليها المعقول ما كينش وهنت عام وانت خاطب وعام وانا خاطب مش نقولوا جابوها لكم الله رحم ولينا عامو انت تتعرفها وكتتعرفك وداخل دارهم وداخل جايين عندنا ومشينا عندهم وموهم عائلة ولينا هم ومخبين عننا هالشي الوالدة الوالدة كيفاش حستت بالليف عرسها عرس ولدها زعمال نهار الكبير عندها ما مصدقش اه ما وات اتراش اه ما ترير والدي ما عندك زهار يبقى فالحل مردات وجرات وجرالات دبا تخليصي موقفة جعفر صافي ما عندك ما تدير بهذا الشي اللي في هاد المشاكل هي صراحة اوما يبطون دبا ما سنفكرش انني عوش اني فهمتيني نريب تسع علاق اخرى ولا ولا نزرب وعام رك اش بغيت دبا عام ديال الخطباء ورا ما زرب تيش اوما دبا اللي فيكار في هنا هو انني ما فهمتيني ما معمار ذلك الفكرة دير الجواج وشادي انا معمر هاد خلالت لي العقلي ولا نفكر أنني انا جواج اوما وش حاجة هاد موقع كنت مشي لعلاسات لا كنت خفت نود في يوم القرية لا ليس خف انا منطبيع شي ايك او منطبيع او لعنك خوف لا منطبيع لعنك منطبيع لمطبيع الدكتور الحمدوي على تأثيرات النفسية اللي ممكن تعيش على المدى الطاويل يمكن كنقول ديك السعارة نطنات واحد القربالة في داك العرس يمكن جاو البوليس ولا الجوندارم في كل مشكل كتكون جروح اللي هي بينها ولكن كتكون جروح اللي هي خافية اللي في النفسية ديال الدخل كمال حالة ناعمة وولدها كتقول لي المرأة ما ناخدش حمق نار الوراء كان صحيح فصح وفي العرس اللي وقاعد المشكل ولا حمق ولمتالا السيدة ولت منحوثة كينها آتا نفسي لك تعيش مع الإنسان هو ذيك الأخت اللي كان تزوجها الولاد هي نسات بيلي أنه سبب المأساة السبب الصدمة والانعكاسة ديالها أنه كان تهياء وأنه كان كذلك أسرتها وعائلتها وكذلك كان مع الأسف وللحب ما قتل كيفاش كنت الانعكاسة النفسية هي ثلاثة أنواع بالنسبة للنوع الأول هو الردود الفعل المباشرة باستثناء الجروح لأن العرس يتحول إلى فرحة دم فيها الاقتلاء فيها الدمايات فيها الغراز فيها الامبيلونس الجوندار إذا ما أرى صعيب نتخيلوها وصعيب قاع نحتن نتمثلوها في الأذهان ديالها صحة إذن ردود الفعل الأولية دبا أنا كنتوقع أن الولد ديال الحالة اللولة ستتعالج ولكن خصوكت لو بقى وأدجت له الصدمة فيما بعد هناك يكون الصعوبة بمعنى المرحلة الثانية فاش كيظهروا الأعراض من مر ست شهور ممكن يتتعالجوا في إطار رعاية طبية ونفسية ممكن كيكون تدخل طبي عقاقيري علاجي ولكن الأعراض غدر ما بعد سنة هو في الحالة التي سيكون في الحالة الثانية تكون الصعوبة لها لأنه يكون بنيانة ما يسمى بالأعراض المرضية في الطبيعة وفي الوظيفة النفسية بحال الحالة ديال الصي جعفار فقدان تيقى في العرس العرس ما يعني له فقدان تيقى في العيالات كل شيء العيالات ممكن كي يكتبوه وبحال يقولت لك ما كانش ما يسمى بالصدق وطرح الموسكيل وكذلك محاولة ديال ضرب ديال الحساب للتبيعات اللي غدي تكون فيما بعد في كل شيء الحالات لو كانت صراحة لو كانت درست الأمور بخفاء ولو كان حاول ما أمكن الإنسان يترقب أنه هذه مشاكل خطيرة لا يمكننا نلعبوه بالعواطف ديال الناس البنت بززنا عليها العرس هذه الصدمة بداية أولية بمعنى أنه دفعناها لواحد السلوك اللي غي تطرطب عليه شحال من ابنت ابنتي غانوهاد جاءت عندنا في الاستشارة النفسية دارت ما يسمى بالتشنجات الجسدية سكونا بلو فاجينيزم بقات واحد المودة كرهت الرجل ما كتنعسش معاه إلى غري ذلك وبالطلقات ما كيعرفوش الناس علاش لأنه كنت كتبغي واحد وهو كن كيبغيها لسق فيها ولا العكس صحيح نعم ولا هو زوجه هالو وبالخصوص فاش الأم كتدخل بالتقل ديالها في واحد الاختيار ديال المشاعر غتزوج بنت خالتك بنت عمتك إلى غري ذلك لأنه راحنا غدي يكون سترا وغدي يكون الحفاظ على النسيج العائلي الأصاري الاجتماعي لأنه ثقفتنا كذلك كين واحد المخاطر اللي كتهدد العالس شنو هي هو أنه فاش كن نحاولو ما أمكن يكون حالة معينة حالة معينة من الحالات بحال هذا النوع أنه كتكون البنت إلى حدود معينة بغت تستر لأنه فشلت فشي علاقات ولا الولد بغت يسترسه لأنه فشل فشي علاقات ومن بعد كنقحموهم لأنه والدينا أرى ما كانوش كيت تعرفوا قبل ما كانوش كيت تبغى وجب الله تتسير ولدو 12-14 كل وقت عندها خصوصية ديالها عندها ضرفية ديالها عندها مناخ نفسي معين اللي بغت نقول هو أنه العرس هو ماشي مقاولة العرس هو واحد الحدث اللي كيصنع التاريخ ديال كل واحد فينا واش دابا فاش نحكي أنا لبنتي راه ماماك فاش تزوجت معها كنت كان بغيها درنا العرس هكيفاش كان ديالهم التصور كان عطيهم من نموذج متميز لما يسمى بالتباهي أو التماهي سيسمى موذج ديال ديال دونتيفيكاسيا فهذه الحالة شنو غنعطيهم هش غنعودو هش غنعودو ده بالسيدة كيتهموها على أنه هي السبب للقتل ديال بنتعمها دي شوف العرس ديال الفرحة شحالو احنا كان نخيطو تكاشط شحالو احنا كان نعرضو الناس غادي نوليو مجرمين متهمين في قضايا ديال هذا أعرس مش ديال الفرحة ولكن أعرس ديال دماء طيب شكرا لك دكتور الحمدوي مشاهدينا غادي نزول نستقبلو الحالة الرابعة في قصة الناس اليوم الحالة ديال رشيدة النقافة اللي عاشت بزاف ديال كوابيس وكواليس العرسات ولكن بعد الفاصل رشيدة عشر سنين ديال تنقافت وعاشت بزاف ديال الكوابيس والكواليس والقصاص في العرسات مرحبا بك رشيدة شكرا عشر سنين ديال تنقافت عشر سنين وانتي وحدة من الناس اللي يكونوا واقفين للعرس 2006 2009 و2013 عندك ثلاثة ديال قصص اللي اشتيوم وشتيوم بعينك رجعنا الله يخليك رشيدة لالفين وستة القصص اللي وقعت في العرس اللي كنت يخدم في 2016 عشت واحد المشكل بنسبة لي والعمل اللي معايا وذك شي عائلتين تخسموا عائلة الراجل ما بغاد شي عائلة المرأة وخلوهم توقف ذاك العرس والشي والد عمها كان باغيها وهذا جادر فوضى شارب ضر فوضى حساب تنهار العرس عتيت حسب الناس عتيت حسب وفين كانوا وحال هذه عتيت جمع عتيت جمع عتيت بي يديروا ذاك التأرض يالهم في ذاك المناسبة اللي من مناسبة فرح يخسرون العرس يعني يدير التأرض يالهم لشي ما يديروا ما تقبل المناسبة هي الأخرى ناضي صداع ناضي مشاكل أنا يلغى بسلولة قلسات العروسة هو هو جسكران حبسوا في عائلة العروسة وقال لهم رفوضة غنضيرة غنضيرة أول صاف او بني دار فوضة القرعة تلاح أنا وليتاش كان نقول ما كان نهدي ولموقف ولكن ما تصبي واني إنسان فاقد الوعي ديال وما هدي شي تحكمي في انتيا ولا ولي خدا معي خايف لدرجة أنني أش وليت نقول يا ربين جمعير ندخل العروسة ونحمي عندي أنا في ذلك البيت لأنا ستعلي إذن كنت تحسي بلاتك بلين أنت مسؤولة على العروسة على العروسة مسؤولة عليها على صحتها على مكياجها على مباسها على كل شيء عليها كلها يعني أنا يخصني تكون يفحي ميت ذلك الوقت هاك ذك يعني فوقها كان تكمل المهمة ديالي فأش كان تلبس اللغب ديال الخرانية وتخرج مع رجل ذلك ساعة تتقلب ها إذن أنت العروسة عندي رأيت ما يهدد ذلك الموقف ويأخذ بنتهم وخا مني العرس وتنقول لا تقلب مع مشاكل العرس يقول تحضر في الشيطان هل تسمعه عندك تجمع ينوض في صدق لكن الشيطان سيجعل نحميه بزاف للحويش لا نضع الشيطان نحن يلعب عنه نحن مسلمين لا من يدخل والدعمها سيجعل ويأخذ يدخل نحن يدخل فوضاء ويجعل ويجعل فوضاء حتى يدخل العرس ويجعل يخص ويجعل هذا يجعل هذا لم يكن كيف نحن نحن يجعل ويجعل أخير ويجعل أم أخير لا يوجد عرصة لديها مشاكل ودم وخياطة وهي مسكينة هذه العروسة؟ حالتها لا يرتلها معلوم وصلت لها صفيرة لم يتطلق بشي كريز حاجة رازع لقد قلت لها وقعها وشيطان ثم تفكت المواضيع إذا تفك ذلك المشكل في الليلة؟ ولكن تفك بوحد صورة لم يتطلق العرص لم يتطلق العرص في 2009 وقعت شي بحادثة لا يوجد مشاكل خفيفة لا يوجد هذا جاءت وحدة كان لديها ضوصي معها قديم هذا العرص جاءت العرص رغم أنها لم يتطلق معروضين هو بارز نعم نعم جاءت ودخلت عندي اللي كان لبس فيها العرصة قالت أنا جاءت العرصة وقعت لبسك شيطة هنا هذا حيث العرصة تخرج مفجأة يجب أن يدخلها وقعت لها أنا هو وقعت لا يريد أن يدخل بيناتهم وقعت وقعت يدخلها مالكي قالت لي لديها وقعت لديها العرصة مع العرصة ليت نفس اللاسة بقاتة تناقش معها وقعت أنا لا تحسب لديها لديها سنعت انها تخويل عرص وتخلي الأمور تدوز لا مش هات قلسة لا غاد قلسي لانه يدون نضو مشاكل وانه يدون نضو هاد الناس هادو يخرجوا بشو هاو هادا سير قلسي بغاد تقلسي حتى من بعدوا تفاوضوا بيناتكم قلسات هي في القنط يعني هي ضد فيهم انفاس ديال المرتبة قلسة مقابلة مع العريس مقابلة معهم وكيفش هم هاد العروس العروسة والعريس مناقرين ومشادين ومداربين والماضي تيشوف فيهم كيفش دير العس عس موميل قدام الناس يعني نسمة شي كل شي عارف باش يدوزوا قدام الناس باش يدوز قدام الناس هذا هو الهدف باش ما ديك ما ينوضوش المشاكل هادوك العائلات ينوضو ديرو تفوضى ولا ينوضو ديرو ديرو الصداع ولا دي منبعت حيدات الكاميرا وحيد المسائل وحيد كل شي جات هي بدت عدنط الهضراء الخاوية والصداعات وهذا نتفيني نتفاك ديرني هذا نجمعت الماضي غيال ديالي أطينا لله السلام عليكم هادي قلت لك حديثة خفيفة يعني ماشي بحل كيم ما قلت لك اللولا كملوا هادو جوجو ما جوجوش انا ما ما غدش نعطي نعم ألفين وثلتاش ألفين وثلتاش اللي هي هادو العام هادو العام هادو الديفو ديال دراري ديالي كيخدمه وانا كنوجه اليوم كيارا عارف اتبا غادي عارفوا راسهم دوزنا اللبسة اللولا تانية بقتنا اللبسة الفاسية اللي كنلبسو ديك الميدا اتبا غادي هاة راس بشي بشي غرصو يكمي عملي العبيد قلتوا وحدي شوية واحد ما مشتش عيني وماشي التلهيه قلتوا منا قاع انا جيت عمال دار موري العلس قلتوا امو دوب ديال لما تديروا لها ديال بسرة تقيل عليها هارا هذا هاد انا عارفة هادو دريرة ماشي نورمال ماشي حاجة شرب ماشي حاجة يكون بنادم بعيد عليك الناتين بشي استراح ويدير اسميتو ما غاد يشبقى تابعوه درنا اسميتو جيت كتاخير خليوا هاد اللبسة كبيرا نديلكو محدة هاده تطوانيه كي تضر العروسة على رجليها وغادي هذا ما تقول لها هاده اللبسة اللبائي بغت اللبسة دلميذة تلميذة تلفاسية كبيرة تلفاسية لبسة هاليها تارينا المعوذاتين مش ميوقعوهنو درنا اسميتو كنتي عارفة بليش حاجة مشي هاده لا حيث هو مم محي عادل ميذة هاده هاده اللبسة ديها Phla Bc فحالها هاده ذكو هاده جناب دي يالجاب الله مهجاتش هاده تارستلي هاليد طاحت طيحوا هاما ويلتانشاد مش يا دراسي مناب اماندي وهاده كي للبسة الاخيرة اللي غادي مختمو بيهو ما اسميتو العروسة؟ تارستلي هودها مموناطيب ونطلعون رغبو انديرو وهم جابوا ننخزن نحضرها ننخزن هذه المسؤولية يا رشيدة المسؤولية وكبيرة المسؤولية يعني الربعة والخمسة التي يزورها مسؤولين على السيدة لا قاعدين بها ماشي هوية أول مرة مقعد هم تيحملوا دوك الجوجل تيحملوا الوران تلي ملتين تلي جيتين تلي جيتين ولينا احنا طلبنا ورغبنا العائلات ودكشي الحمد لله الإمامات للعروسة الحمد لله موقع والو الحمد لله هذا ولكنك لو قاتلت تحت فيها العروسة أكيد كل شيء يطار كل شيء نضم بناسه كل شيء يوقف العرس وقف كل شيء يوقف عائلت كل شيء يغوط كل شيء يغوط علينا العريس ما بقاش بغاية الدبز معاهم بغاية رسميتهم أنا ما عافت من يلا أحدني كان رغب عائلت المعروسة والعريس قال لي قال الله الناس مني ما قادينش ما يجيو يدرك دان تدوز العماري اللولان يعني راهها غاد الناس ماشي خطأ هذا لقالك يوقع يكون المخزن وقلت له اللي اللي تريحكم ديروها ما عندي ما نقول لكم إيا فاش القواد قدراري كمين ذاك مخدير يعني هنا يا أنا أنا كل ما كانش مدى بنا ما بقي تكون قاعدك العماري الله يعاون اللعبين نبسوهم إحنا اللبسكي كما كان كنا نديرو في الأول حيث شي مرة ترى شيدة في مجموعة العراسات كنشوفوا أولاد اللي تيجيبوهم غير من تماما لا هذي تيجيبو الأولاد العائلة ولا ساحين ولاولاد العائلة هذك شي تفادينا احنا درنا دراري ديونا يعني بشنا نكون مسؤولين ولكن هذك القاضية اللي كانت كنا كنا نشدو درارية العائلة كنلبسوهم وذك درارية العائلة ما كان عفوزا عرفين كيكونوا ديرين ولكن احنا قلنا نحيدوا هذ هذن ديرو شي حاجة تقليدية ويتحملوا المسؤولية نتحملوا احنا كانت كافت وهذو كاعبي وهذا المشكيلي أول مرة 2013 هذي بقعت هذي حادية تكبيرة في مراكش وانا كنوجه اليوم ولكن في المصر ديك دير عشر سنين كنت يزعمى دائما ما كانش عندك ما كيتخلقوش نوع المشاكي إلا لجو من العائلات نعم هذي المشكيلي يقع لي انا يا فاسم اما تنقف ترى ماشي سهل ماشي دابا كي يحملوا المسؤولية كلان كافة لنواق فعلا على السعلاق الدو في ضيوف فيتا 150 300 الخلق بعض المرات يعني مني كنكون احنا يخدمين كنكون نخدمين لأساس أننا خصنا ذا كل العرس أنا ما كان نرتاح شخصيا حتى تيدز العرس على أحسن ما يرى نعم كيدز الناس ضحكة الله يجازك بي خير هذا شي مزيان هذا يعني أنا كنمشي نفسيتي مرتاحة نعم طيب شكرا لك بزافة رشيدة على هالشي اللي عودتين ونتمنى أنه تكون استفادة الناس يكونوا مقبلينا للعرسات انهم يوجدون دكتور الحمداوي ماشي غين وجدوا الإمكانيات الفلوس بيعوا البلادات باش نديروا العرسات ولكن توجدوا حتى نفسيا ونتهيقوا نعرفوا الدواسة ديال بعضياتنا ونعرفوا فين غاديين باش ما نطيحوش في هذه المسارات المأساوية والدرامية اللي ممكن يدخلوا فيها أنا بغيت دكتور الله يخليك شنو النصيحة اللي ممكن نعطاه للناس سواء اللي يخدموا في العرسات والحافلة الكبيرة او للناس اللي مقبليين على الجواج باش نضمنوا أعراس ونضمنوا فرحة كاملة مكمولة بلا نكاسات وبلا صدامة وأزمات نفسية هو المؤسسة ديال العرس اتطورت في على مستوى الإخراج ديالها والتهيئة ديالها لأن فيما مضى كان العرس المغربي كان عنده تقليد عنده طقوس لعائلة حاضرة لعائلة هي اللي كتدير الأمن لعائلة هي اللي كتعرض وكذلك كيكون ما يسمى بوحد المجلس ديال الأسرة هو اللي كيتولى الحل ديال القضايا حتى وإن كان تقاف كيفاش كي هو معروف التقاف ديالنا وإلا كانت المشاكيل كتتحل ولكن في وحد النوع ديال الصمت وفي وحد النوع ديال الريضة ما كتكونش الفوضى وما كيوصلش هذي السير تنتج عليه فواجع وتنتج عليه تراجيدية وتنتج عليه مآسات اللي ممكن تأثر كيف قلت على أسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة كذلك القضية ديال العرس ولا عنده طبعا واحد طقوس معينة هذي كيتوقف على المستويات الاجتماعية ديال كل أسرة ولا التريتورن الجافة ثم في بعض الأسر كذلك اللي ممكن ما زالك تحفظ على التقليد يصير عرض طياب إلى غير ذلك ولكن كيف مكان الوضع العرس ماشي شي حاجة سهلة لأنه حدث كي يأسس وكذلك كي يحاول ما أمكن يفرش يبنيه الوحد تاريخ ديال الجوجد المتزوجين ديال واحد الأسرة اللي ممكن غد تضمن الاستقرار واللي غينتج عليها كذلك التوارث والتوالد والتساكون والرقفة والرحمة والعطف والحنان والحب والتكاثور هذا الوقائع في دول أخرى ما كتوقعش لأنه علش كيمشي العرس والعروسة كيوقفوا قدام القاضي ولا قدام الممثيل ديال الميرير احنا بغين نتزوجوا إلى الأباد اللو بيان اللو مال احنا كنصدقوا كل شي فيه ما يسمى بالكمون كل فيه ما يسمى المصرحية فيه واحد النوع للإخراج والخطير اللي فيه هو ما كنش فيه الصراحة هو ما كنش فيه كذلك ما يسمى بالمصاحبة ونشرحوا للأطفال ديالنا والأبلات ديالنا را كن مخاطر أنه ممكن يتحول ثم الخطير اللي فيه كذلك نعم فاش كنكونوا عارفين مشاكل ما كنديروش اللي احتياطات اللازمة اللي ممكن تنتج عليها مأسات وينتج عليها الدم وينتج عليها الآلام اللي ممكن تبدأ كقصة وكمشوار ديال الترديجيا فيها دم نعم شكرا بزاف دكتور أحمد الحمدى والأخي السائل النفسي شكرا لكم من حضور الكريم شكرا بزاف لرشيدة سي جعفر شكرك بزاف لإيمان لنعيمة شكرا لكم بزاف جيتوا وشاركتونا قصتكم وعودتونا أشوقع ليلة عرسكم شكرا لكم مشاهدين اللي تبعتونا في هذه الحلقة قصتي ليلة عرسي كان هذا وموضوعنا اليوم في قصة الناس بقي في الناس بزاف ما يتعاود في قصة الناس من اليوم أنت واحدة أخر السلام عليكم